المرة ده عايز اقول حاجة لصالح النادي الاهلي وصالح استقرار النادي الاهلي والكلام للجهة الادارية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وليللجنة الولمبية لما حصل عضو النادي ساذ وليد الفيل على حكم بادراج اسمه ضمن الكشوف المرشحين رحى بالنادي الاهلي تصرف مسؤول جدا رحى بالنادي الاهلي من منطلق هذا حق للعضو رقم اتنين احتراما لاحكام القضاء وده مبدأ ثابت ورقم ثلاثة وده المهم جدا تجنيب النادي الدخول في متاهات يدفع الاخرون ثمنة حتى الان محتملة طبعا لانك انت لو استبعتوا بعدين لكن اخطر حاجة اخطر حاجة ولزالت غير مفهومة انتوا بادر الجهة الادارية بالطعن واللجنة الولمبية بالطعن الحقيقة ده كلام بس ده بيؤكد علي ايه استاذ ابراهيل المسألة ما تخصش النادي الاهلي اللي قال الى استاذ وليد الفيل ام عادل القيعي اه الجهة الادارية قالت لورقك مش مكتمل مش حق درخته خلاص هو اثبت انه استطيع ان يحصل على هذا الورق وكان من الانسب ان جهة الادارية تطالبه باستكمال الورق بعد ما تقبل لانه اذا مين النهاردة اللي حيطعن مش النادي الاهلي ومين اللي حيدار النادي الاهلي اذا قبلة لا لا اذا انت دخلت في طعن وعملت العملية الانتخابية ماهده الخطر بقى تعمل عملية الانتخابية وبعد ست سبع شهور يتم قبول الطعن اللي حصل وتلغى الانتخابات ونرجع تاني لنقطة الصفر هي ده دي الديلمان اللي نادي الزمالك داخل فيها ماجلس ضد ماجلس وقضية ضد قضية اذا انت عايز تقول الجهة الادارية خلاص انا صعب الشأن يا سيديو خلاص انا الامر يعنين انا جهة الادارية هيعنين انا احشاك ليه اقصد كل موضوع استاذ ابراهيم هي حاجة محيرة كل موضوع في شكل وفي جوهر الجهة الادارية هتوبقى ليه هدعو بالشكل النادي الآلي معني بالجوهر لكن اما وانه ده حصل خلاص طيب